بسم الله الرحمن الرحيم في محاضرة جديدة من مادة تكنولوجيا الأغذية لطلاب وطالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة الأقصى نتحدث عن الوحدة العاشرة بعنوان حفظ الأغذية بالتجفيف في الوحدات السابقة تحدثنا عن حفظ الأغذية بالتبريد وأيضا التجميد والشاهد في ذلك أن الحفظ في الوسائل السابقة اعتمد على انخفاض درجات الحرارة أما في هذه الوحدة فإن عملية الحفظ تعتمد على رفع درجة الحرارة بوسائل مختلفة ولأنواع محددة من الأغذية التجفيف هو عبارة عن استخدام الحرارة تحت الظروف متحكم بها لنزع أكبر كمية من الماء الموجود طبيعيا في الغذاء بالتبخير أو التسامي إذن هي التخلص من السوائل الموجودة في الغذاء من خلال التبخير أو التسامي وهي انتقال الماء إلى بخار الماء هذا التعريف يستثني بعض العمليات الأخرى التي فيها إزالة للماء مثل التركيز بالتبخير أو التركيز عن طريقة الأغذية والخبز حيث أن في هذه العمليات كميات الماء المنزوعة أقل بكثير مما يحدث في التجفيف إذن ما يحدث في عملية الخبز تعمل على تبخير الماء بكميات قليلة ولكن ما يحدث بعملية التجفيف هو نزع أكبر كمية ممكنة من الرطوبة ومن الماء الموجودة في داخل الغذاء الغرض الرئيس من التجفيف هو إطالة فترة الصلاحية للغذاء وذلك بإنقاص النصاط المائي وهذا يعمل على تثبيت النمو الميكروبي ويحد من النصاط الإنزيمي إذن كلما قللنا مستوى الماء وكمية الماء الموجودة في الغذاء سوف نقلل نصاط الميكروبات في هذا الغذاء وسوف نقلل أيضا من نصاط الإنزيمات التي تؤدي إلى تلف الأغذية لكن يلزم الانتباه إلى أن درجة الحرارة المستخدمة عادة ليست كافية لإحداث إحاقة كاملة لهذه التفاعلات فلذلك أي زيادة في المحتوى المائي خلال التخزين على سبيل المثال نتيجة للتغذيف الخاطئ مثلا سيسبب فسادا سريعا لهذه الأغذية من فوائد التجفيف أيضا وعلى سبيل المثال تقليل الوزن للأغذية هذا سوف يقلل تكاليف النقل والتخزين بالإضافة إلى أن التجفيف للأغذية يجعلها في المتناول طوال العام وهو في الغالب أرخص من طرق الحفظ المستديم الأخرى مثل التجميد لأن التجميد بحاجة إلى ثلاجات وبحاجة إلى طاقة مستمرة حتى نبقي على درجة الحرارة منخفضة أما في التجفيف بعد أن يتم نزع الماء منه فإنه يتم حفظه بدرجة حرارة الغرفة العادية قد يرد بتجفيف الأغذية المستهلك بصفة رئيسية كما يحدث في تجفيف الفواكه أو الحليب أو القهوة هو في هذه الحالة المخافضة على الغذاء كما هو بقيمته الغذائية ثم إعادة استخدامه نتيجة حفظه لفترة طويلة أو يمكن أن يستخلص شيء من داخله مثل تجفيف البيض وبودرة البيض أو الحصول على المنكهات والملونات والخمائر والإنزيمات والسكريات بهذه الحالة يمكن من خلال التجفيف أن نحصل على المكونات الداخلية للغذاء إذن ممكن أن يكون التجفيف لأجل حفظ الغذاء كما هو ومن ثم إعادة استخدامه بعد فترة من الزمن أو لاستخلص مكونات داخلية مثل الملونات والخمائر والإنزيمات النشاط المائي في الأغذية يعتبر الماء أهم مركب في الأغذية بالنسبة لثباتيتها وتفاعلاتها هناك عدة معايير بالإمكان اختبارها لإعطائنا فكرة عن حالة الماء في الغذاء ومن أهم هذه المعايير المستخدمة في عمليات التصنيع والحفظ الغذائي هو النشاط المائي النشاط المائي يعطينا فكرة عن درجة ارتباط الماء بالغذاء وبالتالي يصبح غير متاح لتفاعلات معينة ما نفهم من هذا الكلام هو أن الماء الموجود في الغذاء إما أن يكون موجودا بشكل حر أو يكون مرتبط بمكونات الغذاء إذا كان موجود بشكل حر فهو يسمح بالتفاعلات الحيوية والطبيعية وأيضا يسمح بالنمو الميكروبي أما إذا كان موجود بشكل مرتبط مع مكونات الغذاء فهنا تصبح فعالية هذا الماء قليلة جدا كلما كان نشاط الماء قليل كلما كانت التفاعلات الكيمو حيوية والطبيعية والنشاط الميكروبي أيضا أقل وكلما كانت نسبة الماء الحر والارتباط قليل في مكونات الأغذية كلما كان الماء بهذه الحالة يسمح بالنمو الميكروبي والتفاعلات الحيوية والطبيعية والكيميائية داخل الغذاء طرائق التجفيف تشتمل عملية التجفيف على استخدام الحرارة مع نزع الرطوبة في الغذاء في وقت واحد أي أن الهواء المستخدم في عملية التجفيف يقوم بعملية نقل للحرارة من مصدر التسخين إلى المادة التي يجري تجفيفها ويعمل في نفس الوقت على حمل الماء المتبخر بعيدا عن الوسط المحيط بالمادة المجففة عملية التجفيف تشمل أولا رفع درجة الحرارة وثانيا نزع الرطوبة الهواء المستخدم في التجفيف ينقل الحرارة من مصدر التسخين وهنا قد يكون المصدر هو الشمس أو الأفران الحرارية وفي نفس الوقت يحمل الماء المتبخر بعيدا عن الغذاء حتى لا يكتسب هذا الغذاء الرطوبة مرة أخرى بعد عملية التجفيف ميكانيكية التجفيف لتفهم هذه العملية نفترض أن عندنا جسما صلبا ورطبناه بالماء وأردنا تجفيفه بالهواء الساخن الموازي لسطح التجفيف نفترض أن درجة الحرارة والرطوبة والسرعة للهواء تبقى ثابتة خلال دورة التجفيف يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل مهمة جدا الرطوبة معدل التجفيف والزمن هذه العوامل الثلاثة هي التي تحكم استمرار وكفاءة الحفظ بالتجفيف الرسومات التالية توضح أن التجفيف سوف يؤدي إلى انخفاض معدل الرطوبة في الغذاء أي انخفاض محتوى الماء في الغذاء المراحلة التالية تشرح خطوات التجفيف بناء على المنحنيات السابقة تمثل المرحلة الأولى وهي مرحلة AB مرحلة الأقلمة أو التأقلم حيث أن سطح الجسم الصلب سيصل إلى مرحلة اتزان مع الهواء الساخن المرحلة الثانية تمثل مرحلة BC وهو ما يعرف بمرحلة المعدل الثابت للتجفيف حيث أن كمية الماء التي تخرج من داخل الغذاء تساوي كمية الماء الموجودة على سطح الغذاء بالرغم من مرور الهواء الساخن المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأطول في كل المراحل وهي مرحلة EC وهو ما يعرف بمرحلة المعدل الناقص حيث أن كمية الماء التي تخرج من داخل الغذاء إلى سطح الغذاء تصبح قليلة جدا مقارنة بكمية الماء الموجودة على سطح الغذاء وبهذه الحالة تستمر عملية التجفيف ويتم التخلص من كمية الماء الموجودة في داخل الغذاء خطوات تجفيف الأغذية أولا اختيار الصنف المناسب للتجفيف ليست كل أنواع الأغذية يمكن تجفيفها يراعى في اختيار المحصول من فاكهة أو خضر أن يكون ذا محتوى عالي من المواد الصلبة الكلية أي أن الأغذية التي تحتوي نسب مرتفعة جدا من الماء لا يمكن تجفيفها كما يجب أن يكون اللون والطعم والنكهة أعلى ما يمكن أن تكون الثمار في مرحلة تمام النجوة وسليمة وخارية من الإصابات الفطرية أو الحشرات ثانيا يتم غسل هذه الثمار حتى يتم التخلص من المبيدات الحشرية ثالثا الفرز وفي هذه الخطوة يتم استبعاد الثمار غير الناضجة أو الزائدة في النضج أو المصابة أو المعطوبة رابعا تجري هذه الخطوة على الثمار التي تحتاج لذلك مثل التفاح، الكمثرة، البطاطس هذه القشور قد تمنع خروج الماء وتمنع عملية التجفيف لذلك يجب أن يتم تقشير هذه الثمار خامسا التقطيع تقطع الفاكهة والخضرة عند الرغبة في تجفيفها للشكل المرغوب فمثلا الجزر والبطاطس تقطع على شكل مكعبات البصل والثوم تشرح إلى شرائح أما في الخوخ والمشمش فقد تقطع إلى أصناف مع إزالة الجيوب البذرية والبذور سادسا الغمز في القلوي وهذه الخطوة مهمة جدا حيث أنها تؤدي إلى زيادة سرعة التجفيف نتيجة للشقوق التي تحدثها في جدار الثمار المعاملة بها أي أنها تعمل وتفتح شقوقا في داخل جدار الثمار هذه الخطوة تجري على بعض أنواع الفواكه مثل الفواكه التي تحتوي على طبقة شمعية مثل العنب وتتم هذه الخطوة بغمس الفاكهة في محلول هيدروكسيد السوديوم بتركيز قليل جدا وعلى درجة قريبة من درجة الغليان لمدة دقيقة أو نصف دقيقة سابعا السلق تتم هذه الخطوة على الخضروات عموما مع عدى البصل والثوم حيث يؤدي السلق لهم إلى فقد كبير في المواد الطيارة المكونة أي أن المواد الفعالة والمواد ذات الفائدة الموجودة في هذه الخضار مثل البصل والثوم قد تفقد بعض أنواع الخضار يجب أن يتم سلقها قبل أن تتم بعملية التجفيف أما الفاكهة فهي غالبا لا تسلق قبل التجفيف للمحافظة على المواد السكرية بها ويستعاد عن ذلك بالكبرتة كما سيأتي لاحقا ولكن إذا كان لابد من السلق لإعطاء فوائد محددة مثل ما قد يعمل في المشمش والخوخ لإكسابهما لولا زاهيا فيجب أن يتم السلق بواسطة البخار أي أنه يجب أن لا يغمس في الماء بل يتعرض إلى بخار الماء فقط يؤدي سلق الثمار المعدة للتجفيف إلى فوائد كثيرة جدا منها تسهيل خروج الماء وبالتالي المساعدة في تقليل وقت التجفيف ومنها أيضا وقف عمل الإنزيمات وخاصة المؤكسدة التي تسبب تغيرات في اللون والطعم والرائحة للخضروات غير المسلوقة ومنها تزيد عملية السلق من نفاذية جدران الخلايا وبالتالي تزداد سرعة امتصاص المواد المجففة للماء عند إعادة تشربها وباسترجاعها بغية استهلاكها هذه المواد التي تم تجفيفها حينما يضاف لها الماء مرة أخرى لإعادة استخدامها فإنها تكتسب الماء بسرعة أكبر من الأغذية الأخرى ثامنا الكابرة ويقصد بها معاملة المادة الغذائية بثاني أكسيد الكابريت وهي عموما تجري على الفاكهة بدلا من السلق وقد تجري على بعض الخضروات مثل الثم والبصل في السابق كانت الخضروات يتم معاملتها بالسلق ولا يتم معاملة الفواكه بهذه الطريقة لكن يمكن استعمال الكابرة للفواكه وبعض أنواع الخضروات الهدف من الكابرة المخافضة على لون وطعم الفاكهة ثانيا يعتبر ثاني أكسيد الكابريت مادة خافضة فهو يقلل نصاط الميكروبات وهو يعمل على زيادة وقت التخزين وأخيرا إمكانية استخدام درجات حرارة أعلى في التجفيف لتقصير المدة دون أن نضر بصفات المادة المجففة تتم الكابرة بطريقتين أساسيتين هما تعريض الثمار لأبخر الثاني أكسيد الكابريت أو الغمر في محلول الكابريت تاسعا وأخيرا عملية التجفيف حيث كل ما سبق كان هو عمليات التجهيز وخطوات التجهيز لما هو قبل التجفيف والآن نتحدث عن التجفيف بذاته توزع الفواكه والخضر المجهزة توزيعا منتظما على صواني التجفيف حيث يساعد ذلك على سرعة وتجانس التجفيف بعد ذلك يتم اختيار الطريقة المناسبة للتجفيف من حيث درجة الحرارة الرطوبة النسبية وسرعة الهواء بالإمكان الوصول إلى نسبة رطوبة في المادة الغذائية المجففة إلى 4 إلى 6% في الخضروات دون التأثير على صفات المادة الغذائية بشكل كبير أي أنها نستطيع أن نخفض درجة الماء إلى درجة قليلة جدا في الخضروات دون أن نؤثر على جودة الغذاء أما في الفواكه فإن النسبة التي يمكن أن نصل إليها ما بين 16 إلى 24% وذلك لأن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة السكريات البسيطة مثل الفركتوز مثل السكروز مثل المالتوز التي تجعل من الصعب الوصول إلى نسبة منخفضة دون الإضرار بخصائص المادة الغذائية هنا لو خفضنا النسبة أكثر من ذلك سوف تتأثر جودة الأغذية التي تعرضت إلى التجفيف أنواع المجففات المستخدمة في تجفيف الأغذية يوجد عدد كبير جدا من أنواع المجففات ولكن سوف نتحدث عن عدد قليل منه الأول مجففات القمائن الثاني مجففات الصواني الثالث مجففات الأنفاق وهو مهم جدا حيث أن هذا المجفف عبارة عن نفق يصل طوله إلى 24 متر مع مقطع عرضي تقريبا بمترين توزع المادة الغذائية الرطبة على صواني خشبية أو معدنية وتترك فراغات بينها للسماح بدخول الهواء فيما بينها تحمل هذه الصواني على عربات تدخل هذه العربات نفق التجفيف واحدة والأخرى وتضبط سرعة سيرة بحيث أن أي عربة تدخل نفق التجفيف يقابلها أخرى تخرج من النفق من الطرف الآخر هذه المجففات غالبا ما تقسم إلى عدة أقسام الأول النظام الموازي حيث أن اتجاه الهواء واتجاه سير العربات باتجاه واحد النظام المعاكس يكون اتجاه الهواء عكس اتجاه سير العربات النظام المدمج وهذا النظام يجمع ما بين النظام الموازي والنظام المعاكس بحيث يستخدم النظام الموازي أولا ثم المعاكس ثانيا الجدول التالي يوضح مزايا وعيوب كل نظام من مجففات الأنفاق في هذا الجدول تظهر مزايا وعيوب كل نظام من مجففات الأنفاق النظام الأول وهو النظام الموازي المزايا الموجودة به أنه يعمل على تجفيف ابتدائي سريع أقل ضرر يمكن حدوثه للغذاء والانكماش الذي يحدث للأغذية المجففة يبدو قليلا لكن العيوب التي تبدو من النظام الموازي هو الحصول على مستويات رطوبة منخفضة أمر في غاية الصعوب أي أن الغذاء يبقى محتويا على نسبة عالية من الماء في داخله في النظام المعاكس وهنا تنقلب المزايا إلى عيوب والعيوب إلى مزايا بناء على النظام السابق في النظام المعاكس المزايا هي بالإمكان الوصول إلى مستويات منخفضة من الرطوبة في الأغذية الجافة واستخدام اقتصاد للطاقة في حين أن العيوب في النظام المعاكس هي الضرر للغذاء والانكماش يحدث بصورة أكبر من النظام الموازي وقد يحدث فساد لبعض الأغذية النظام الأخير وهو النظام المدمج الذي يشمل الموازي والمعاكس المزايا التي توجد به هو أنه يجمع ما بين مزايا النظامين السابقين ولكنه أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة من النظام في اتجاه واحد النوع الرابع مجففات السيور الخامس التجفيف بالرذاذ وتستخدم هذه الطريقة أساسا في تجفيف الحليب السائل والقهوة حيث ترش على شكل الرذاذ وتدفع جنبا إلى جنب أو باتجاه معاكس لهواء ذي سرعة عالية ودرجة حرارة عالية في حدود 150 إلى 300 درجة مئوية داخل حيث كبير وعلى شكل برج يصل مدته من 30 إلى 20 متر وقطره حوالي 7 متر تستغرف عملية التجفيف حوالي 10 ثواني وذلك راجع للمساحة السطحية الكبيرة لقطرات الرذاذ المتعرضة للهواء الساخن والمندفع بقوة النوع الأخير من أنواع التجفيف وهو التجفيف بالاستوانات أثر التجفيف على الأغذية أولاً على القوام قد تكون التغيرات في القوام للأغذية المجففة من أهم عوامل تدهور الجودة في هذه الصناعة وهذا لا يرجى فقط لعملية التجفيف نفسها بل إن المعاملات ما قبل التجفيف تساهم فيه مثل السلق، التقطيع والتقشير ثانياً النكهة والرائحة الخرارة المستخدمة في التجفيف لا تبخر فقط الماء بل تعمل على إحداث فقد في مركبات النكهة ونتيجة لذلك فإن معظم الأغذية المجففة لها نكهة أقل مقارنة بالأغذية الطازجة ثالثاً التغيرات على اللون هناك عدة أسباب تؤدي لحدوث تغيرات في اللون في الأغذية المجففة منها يعمل التجفيف على حدوث تغيرات في سطح الأغذية ومن ثم يغير إنعكاس الضوء على سطح هذه الأغذية ثانياً تعمل الخرارة وخصوصاً في الفواكه والخضروات على إحداث تغيرات كيميائية للكاروتينات والكلوروفيل وهي المواد التي تعطي الصبغة وتعطي اللون لهذه الأغذية كذلك فإن المتخلف من نشاط إنزيم البوليفينول أكسديز هذا الإنزيم الذي يحدث تغيرات في شكل الغذاء يؤدي إلى تحويل الغذاء إلى اللون البني رابعاً التغير في القيمة الغذائية وهو مهم جداً توجد اختلافات كبيرة في القيم المسجلة لأثر التجفيف على القيمة الغذائية وهذا يرجع للاختلافات الكبيرة في عمليات الإعداد والتجهيز والاختلافات في استخدام درجات الحرارة ومدد التجفيف وأخيراً إلى استعمال ظروف التخزين إذن الطرق التي استعملت في التجهيز للتجفيف وطرق التجفيف التي استعملت ودرجة الحرارة التي تميزت بها عملية التجفيف هي التي تؤدي إلى التغير في القيمة الغذائية لذلك التغير في القيمة الغذائية ليس ثابتاً ما بين طريقة وأخرى على سبيل المثال الفيتامينات الذائبة في الماء لها درجات ذوبانية مختلفة في الماء أثناء التشفيف على سبيل المثال الريبوفلافين وهو فيتامين بي 2 يصبح في حالة فوق التشبع ويترسب ونتيجة لذلك يصبح الفقد فيه أقل ولكن في المقابل فيتامين سي يكون ذائبا حتى مستويات رطوبة متدنية وهذا يعمل على تركيزه وبالتالي سرع التفاعله مع المركبات الأخرى الذائبة في الغذاء المجفف إضافة لذلك فإن فيتامين سي حساس للحرارة والأكسادة وعلى ذلك والمخافضة على هذا الفيتامين بأفضل صورة فإن هذا يتطلب استخدام أوقات تشفيف قليلة نسبيا مع استخدام درجات حرارة ورطوبة وكمية أكسجين منخفضة أثناء التخزين إذن سوف تتأثر القيمة الغذائية بشكل واضح بناء عن المحتويات الغذائية مثل ما تحدثنا عن فيتامين بي 2 وفيتامين سي الفيتامينات الأخرى الذائبة في الماء ما عدا فيتامين سي والثيمين وهو عبارة عن فيتامين بي 1 الفقد فيها قليل قد لا يتعدى 10% أثناء التشفيف الفيتامينات الذائبة في الدهون والأخماط الدهنية تتواجد في المادة الجافة وهي بالتالي لن تركز خلال التشفيف ولكن بما أن الماء هو المذيب للعناصر الثقيلة المخفزة للعمليات الأكسدة فهذا يعني زيادة تركيز هذه العناصر إذن تصبح هذه المواد تركيزها أكبر نتيجة التشفيف لكن لن يحدث بها فقد تفقد الفيتامينات الذائبة في الدهون غالبا جراء تفاعلها مع البروكسيدات الناتجة عن أكسدة الأحماض الأمينية نتيجة لذلك قد تقل كمية الفيتامينات الذائبة في الدهون أما ما دون ذلك فإنه يبقى محافظا عليها داخل المادة الغذائية المجففة وأخيرا في هذه المحاضرة الترطيب أو الاسترجاع ليس بالإمكان غالبا إعادة الماء أثناء الترطيب والذي تم سحبه أثناء التجفيف بنفس الطريقة أي أن الترطيب ليس عملية عكسية تماما للتجفيف الشكل السابق قبل التجفيف لا يمكن أن يرجع بعد التجفيف للغذاء فالتغيرات في نفاذية الأغشية الخلوية هجرت وتحرك المواد الذائبة والتبلور في السكريات العديدة والتغيرات في البروتينات الخلوية كل هذه التغيرات كل هذه العوامل تساهم بشكل فعال في إحداث التغيرات في القوام كما تم منقشته سابقا إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة شكرا لكم وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة